أهلا وسهلا شيخنا شرف فضلك تلك كرسي فاجلس شرفها بنيك بنيك لا فرق لا فرق أقول أنا أختم الآن القرآن بعزمكم وساعة تفكر خير من عبادة ستين سنة وقيل سبعين عاما أختم أمامكم بهذه اللحظات والهدية لروح صديقنا وشيخنا وحبيبنا وعمنا قلمة عمنا إلى كثير دقيقة في حياتنا هو أخ أبي وهو أخ الشيخ يوسف داود وهو أخ الذي سماني كامل وهو أخ الشيخ علي حسن وهو أخ وهو أخ لآباء كثيرين ولذلك حقه علي وحق آبائنا علينا ومن علمني حرفا وهو قد ربي على معارفه الحبيبي مسعيد الصلاة إذن هم تلاميزه كلهم هنيئا لهم وهنيئا لمن يذكر بذلك كما قلت لأحبتي وإخوتي وأخوار أمي في الصلاة مرتين جئت إليهم وقلت لهم هذا الكلام وكان المقدس المرحوم المغفور له الدكتور علي سليمان كان يقول بعد أن حمل الشريط قال هذا الشريط سمرة أولى لإحيائنا ذكرى أبينا اثنين وخمسين عاما لأن الشريط يحمل كلامي الذي قلته حبيب وعيد الصالحين ووالدي وجدي وإخواني كما كنت وجدان يدينون باللغز الذي أنت مضمر يدينون باللغز الذي أنت مضمر ضمير كراق في أعز خبايانا مهم أنا ما أعتذر وأنا لا أرد على أحد ولا ألوم أحد كان الشيخ ابن عربي يأتيه أحدهم ويحمل كتاب تكفير ابن عربي يقول له السيدنا هذا فلان كتب عليه كتاب بتكفيرك يقول لقد عبر عن ما يعلم ولم يذوق مذاقي فهو غير ملوم ولم يذوق مذاقي فهو غير ملوم عفى الله عنه الله يطور فهمه الله يطور وعيه حتى يشوفه بس هو غير ملوم عندي لأنه عبر عن ما يعتقده عما فهمه أما أنا من جهتي لا ألومه لأنه لم يذوق مذاقي ما أستطيع أنا أن أعطي بصمتي لغيري مهم بدي ختم القرآن لروح الشيخ محمود أحمد علي إبراهيم مرهج خمسة معين؟ نعم 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 مظبوطة إذن قلنا السورة العاشرة يونس السورة الثامنة والستين يونس مرة أخرى بس بتلقيبه زي الحوت أو يعني الرمز إليه الآن ماذا بقي من صور القرآن المئة وأربعة عشرة تسعة وستين سبعين اتنين وتلاتين اتنين وتلاتين واربعطعش ستة وأربعين وتسعة من الأول صاروا خمسة وخمسين إذن الذي لم تشمله من السور كلمة ألف لام راحا ميم نون الذي هو تسعة وخمسين بقي عدده خمسا وخمسين سورة ما هي السورة الخامسة والخمسون في القرآن؟ إنها سورة الرحمن إذن حاصل هو القرآن إذن الرحمن على تسعة وخمسين وما بقي من السور رقم سورة الخمسين فإذن القرآن هو الرحمن مرتين مرة بالحرف ألف لام راحا ميم نون ومرة بالرقم الباقي من السور سورة الرحمن بتعبر ما بتستحي من أحد الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان كلنا نحفظ هذا لكن ما الفرق بين علم الأولى وعلما الثانية هيعلمه ويعلمه مثل بعض يعني ما عنده الرحمن ما عنده كلمة تانية يقولها غير كلمة يكررها بنفس المعنى آه أنت ليش ما شفت غير علمه وعلما ما شفت أب أب فبأي آلاء ربكما تكذبان يكرر واحد وثلاثين مرة بالسورة ذاتها وهذا عجب على إيها أقول أنه نحن مرة أب قرآن إذن الرحمن علم القرآن اجتذبه بحدوده هذا فلن يكون 114 سورة اسم القرآن علم القرآن ثم خلق الإنسان وعلمه القرآن الآن علمه بمعنى علمه البيان علمه البيان يعني عندما تقرؤون هذا كيف البيان أنا الآن أبين عن أمر أبين عن أمر يونس الذي هو رمز النفس كيف تنجو النفس بواسطة القرآن لذلك نختم القرآن عن روح فلال لذلك نتلو القرآن بالمعاتم لذلك نتلو القرآن في الأعراس نتلو القرآن لأنه شفاء إذن صار عندنا مقدمة القرآن التسع سور الأولى من الحمد إلى التوبة وأنا بمصطلحنا في مجلس القرآن في دمشق وفي العالم نقول عنوان السور التسعة كلمة التوبة التسعة كلها اسم التوبة ليش؟ التوبة لأن آخر كلمة حسب التنزيل توابة واستغفره إنه كان توابة والله يحب التوابين مهما أخطأوا عند الله قدرة على استيعاب توبتهم فليتوب إذن الكلمة الأولى المقدمة القرآنية هي التوبة الكلمة الثانية في التسعة وخمسين سورة من يونس إلى زلحوت هذه شو بتسموها أنتو بتعتقدوا؟ أنا بدي أقول اقتراح بس الأمير المؤمنين يقول الطرائق إلى الحق على عدد أنفاس الخلائق نفسي يقول إنها التسبيح لأن وإن من شيء إلا يسبح بحمده إذن التسعة وخمسين سورة لنقول إنها تسبيح طيب شو بتسموها للخاتمة؟ من الحقة إلى الناس أيضا نفسي يقول إنها الناس كلمة الناس ليش؟ لأنه كثير الله بيحب للناس وحريص على الناس ولذلك جند لهم الرب والملك والإله قال لهم استعيزوا بالرب من أجل تربية الأبناء من أجل الأسر استعينوا بالملك من أجل تنظيم المجتمعات استعينوا بالإله من أجل نجاتكم في الآخرة قل أعوذ برب الناس في الأسر في التربيات ملك الناس في المجتمعات في الأمم في الدول إله الناس في الآخرة في المصير إذن لنا ثلاث كلمات هي التوبة والتسبيح والناس هذا ختم القرآن كل القرآن يندرج تحت هذا المثلس سلامته ورفاعيه ويوسفه يشهدون لي أن القرآن يندرج تحت هذه الكلمات التوبة والتسبيح والناس أحب الناس كل ناس لو لم يكن الناس أحباب الله وعباد الله الذين يهمهم يهمه أمرهم لما قال لروح من لكلمة من لقبت في القرآن بالقول الحق عيسى بن مريم لما أرسله ليكون خادما للخطأ كان يقول عيسى معتزا ومفتخرا إنما ضعثت لخدمة الخطأ جئت لأخدم ما جئت لأخدا هذا عيسى بن مريم ذلك قول الحق وأنتم في دير حنة وحنة أم مريم ومريم أم عيسى فأنتم تعيشون عند جدتي عند جدتي عيسى مع أنكم أهل القرآن من أين يفتأتون على الحب وعلى الآدمية الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء محبي الأنبياء من أين جاءوا بهذه الفيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر